ايه رأيكم بقى يا بنات في البيت ده بصراحة يا ماما بأحلى من البيت اللي احنا عايشين فيه بكتير كبير ونضيف ومش قديم فعلا يا تانت هو احسن بكتير مش عايزة اقولك ان البيت التاني صعب قوي محدش ينفع يعيش فيه انتوا كنتوا عايشين فيه ازاي كنا عايشين فيه يا ايا عشان هو اللي على قد فلوسنا لكن دلوقتي الحمد لله انا بقبط فلوس كويسة من شغلي هو قدر بقى ادفع ايجار البيت ده يلا بقى نرجع نجيب الشنط ولبسنا اللي هناك وحاجتنا ونيجي عشان نعيش هنا يلا بينا يا ماما طيب يا ايا هو باباكي هيعمل ايه في التهمة دي يا بنتي ولا يا تانت انا مش عارفة انا هتصل بالمحامي اسأله طيب اتصل بيه حبيبتي عشان تفهمي منه وكمان يتصرف ده مش بيرد علي معلش يا حبيبتي اتصل بيه تاني جايز مشغول دلوقتي ولا حاجة ايه ده هدى قفل الموبايل خالص يا تانت راس يا ايا ما تشغليش بالك احنا هنروح لباباكي السجن تزوريه وتغديله معاكي الزيارة وتفهمي منه كل حاجة اما حضر اكل وزيارة كويسة ناخدها للأستاذ مصطفى بابا ايا ده اكيد يعيني في السجن ومش بياكل حاجة كويسة اما حط الأكل ده بقى في الشنطة يا يومنا يا ايا يلا يا بنات مش عايزين نتأخر على الزيارة احنا جاهزين هو يا طنطة عبراء مين دول يا ايا يا بنتي انت تعرفيهم ايوة يا بابا دي يومنا صاحبتي ودي طنط نوحة مامتها قد ترخرهم يا بابا اخدوني واقعدوني معاهم بعد المصحاب يتخلوا عني بعد اللي حصل لحضرتك اهلا وسهلا انا متشكل لكم او وانا واثق ان هو اللي حطيلي الممنوعات دي في المخازن وبلغ عني بس انا هتصرف يعني انت دلوقتي يا بابا مش معاك محامي ما تقلقش يا ايا انا قلتلك هتصرف اتفضل يا استاذ مصطفى ده اكلنا عملته لك اكيد انت مش بتاكل هنا حاجة كويسة وما فيش حد يجيب لك حاجة يا ريد بقى يعجبك انا متشكل لك يا او يا مدام نوحة انت تعبت نفسك ولا تعب ولا حاجة يا استاذ مصطفى وخليك متطمن على ايا زيها زي يومنا بنت وهتفضل قعدة معانا لحد اما انت ان شاء الله تخرج بالسلامة ما تقلقش يا عمو ايا امانة عندنا قد ترخركم انا مش عارف اشكركم ازاي بجد انا مش مصدق ان فيه لسه ناس طيبين في الزمن ده اما فعلا طيبين او يا بابا وحب اقولك كمان ان انا تغيرت ما بقيتش ايا بتاعت زمان يلا يا حضرات الزيارة انتهت مع السلامة يا بابا اشوف بشتك بخير مع السلامة يا حبيبتي انا زعلانة قوي على بابا ومش عارف اتصرف ازاي ما تقلقش يا ايا ان شاء الله هيخرج بقولك ايه يا يومنا خدي ايا وارجعوا على البيت انا هروح مشوار وارجع لكم بسرعة هتروحي فين يا ماما اما ارجع ان شاء الله هقولك يلا بقى عشان ما تأخرونيش ماشي يا ماما يلا بينا يا ايا سلام عليكم ازايك يا استاذ علي اهلا يا مادام نوها نورتي المكتب خير في حاجة اتفضلي عودي يا استاذ علي بصراحة كان فيه قضية كده عايزك تمسكها قضية ايه دي يا مادام نوها خير ده واحد معرفة كده رجل اعمال كبير مسكين حد حطله يعيني ممنوعات في المغزن بتاعه وبلغ عنه الشرطة بعدها واتقبض عليه والمحامي بتاعه ثابه واتخلى عنه ايوة ايوة انا عارف القضية دي يا مادام نوها خلاص التميني انا هروح لبكرة الاسم واتكلم معه شان يعمل لي توكيل بس معلش يعني يا مادام نوها انا عندي استفسار اتفضل يا استاذ علي استفسار ايه دلوقتي الاستاذ مصطفى الحكومة صدرت كل امواله وممتلكاته ممكن اعرف بقى انا هاخد اتعابي منين انا يا استاذ علي هديك مبلغ دلوقتي وما تشيلش همه اي فلوس انا هدفع كل الاتعاب طيب معلش يعني يا مادام نوها انت هتصرف ازاي وانا عارف ان ظروفك على قدك لا امنا الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت في مكان كبير الف مبروك يا مادام نوها انت تستهلي كل خير على قد ما كانت ظروفك صعبة وبسيطة بس كنت بتحب تعملي خير كتير وبتساعد الناس الحمد لله يا استاذ علي كرم ربنا كبير قوي اتفضل بقى المبلغ ده وابتدي شغلي في القضية ان شاء الله بكرة هاروح له الاسم واتكلم معي عشان ابتدي في الاجراءات متشكري قوي يا استاذ علي اما اشتري بقى فاكهة وخدر واكل عشان البنات ماما انت رجعتي ايه يا ماما الحاجات الكتير اللي انت جايباها دي ده اكل وفاكهة وشوكولاتة وحاجاتها تعجبكم استنوا بقى ما اديكم شوكولاتة يا يا ماما اول مرة تجيب لنا الحاجات دي انا كان نفسي فيها قوي ودي الشوكولاتة يا ايا ما تكسفيش عارفين برغم ان باكل الحاجات دي كتير جدا بس ما حستش ان الطعمها حلو قد ما حستت معاكم ان الطعمها حلو هالفهانا يا حبيبتي انا مبسوطة ان عايش معاكم انتو غيبتوا فيها حاجات كتير قوي اهم حاجة ان اهرفت ان الفلوس مش كل حاجة وان الفلوس مش دايما ممكن تروح وممكن لا بصراحة يا ايا انا كان نفسي اشجعك واقولك ان الفلوس مش كل حاجة بس للأسف الفلوس كل حاجة لا حقيقي يا يومي اهم حاجة الحب والاهتمام وانك تلاقي حد بيحبك لشخصك مش عشان غنية ومعايا فلوس انا صحابي حتى تابوني وما سألوش عني شاهد صاحبتي اللي كنت بعتبرها اقرب صديقة لي ما سألتش عني ما تشغليش بالك بقى يا ايا خلاص المواقف دي هي اللي بتبين لنا الناس اللي بتحبنا من الناس اللي بيمثلوا ان هما بيحبون وفي الاول وفي الاخر بيفكروا بمصلحتهم بس خدي بقى لك بقى يا ايا ان لولا الظروف اللي انت تعرضتلها دي ما كنتش اتعرفت علينا فكرة اول يوم كنت هتخبطيني بالعربية ما تفكرنيش بقى يا يومنا انا بزعل من نفسي قوي كلام مفتكر انا بهذر معاك انا يستم سامحاكي خلاص احلى حاجة في الظروف اللي حصلت دي ان فعلا انا تعرفت عليكم وغيرتولي رأيي في الحياة ونظرتي للناس يفايا الكلام بقى انا كنت عايزة اقول لكم حاجة هتخلوني انسى انا رحت للمحامي واتفقت معاك ان هو يمسك قضية الباباكي وهيروح لبكرة ان شاء الله عشان يكمل الاجراءات والطمني هيطلع براء وترجعوا بيتكم ان شاء الله يا ايا انا متشكرة لك يا اوي ربنا يخليك ليا جيميلك ده مش هنزاق ابدا جيميل ايه بس يا حبيبتي الناس لبعضها وانتي خلاص بقيت زي يومنا انا بحبك قوي يا طاند ربنا يخليك ليا انا ما شفتش حنية كده باتموت ماما يا سليم اعود انتو بانتو الاثنين وحبوا بعض وانسوني وانا عودة اتفرج عليكم يعني حسنا نلام عليكم يا حضرة الضوء انا جاي قابل الأستاذ مصطفى عشان انا المحامي الجديدي اللي هيمسك القضية تمام تمام يا عسكري هاتي الأستاذ مصطفى من السجن ازايك يا أستاذ مصطفى انا الأستاذ علي المحامي همسك القضية بتاعتك وهترافع عنك وهزبط برقتك ان شاء الله ومش عايزك تقلق خالص حضرتك المحامي طب ممكن أعرف بس من اللي قالك تترافع عني وتمسك القضية مادام نوها والدة يومنا هي اللي جات لمبارح وطلبت مني نمسك القضية ودفعت لي جزء من الأتعاب وما تشيلش هامة خالص يا أستاذ مصطفى أنا متشكل لك يا أستاذ علي فإنت ومادام نوها على وقفتكم جنبي مادام نوها دي ست طيبة قوي دي ست طيبة جدا نبتعمل خير كتير المهم بقى يا أستاذ مصطفى المخازن فيها كاميرات ولا ما فيها إيش طبعا فيها كاميرات أنا حاطت كاميرات مراقبة في كل مكان طيب دا كويس جدا نحن كده هنطلب من الشرطة تاخد التسجيلات بتاعت الكاميرات دي وتفرغها وانتابع إيه اللي حصل في اليوم ده بس أهم حاجة يا أستاذ مصطفى أنت متأكد إن مش أنت السبب في الحاجات دي أنا مش ممكن أعمل حاجة أبدا زي كده أنا أخلاقي ما تسمحليش وشغلي كله نظيف وأنا معروف في السوق بس المنافسين منهم لله عايزين يوقعوني عشان بتعب ومجهودي كبرت في السوق وبقى عندي شغلي كبير وإسمي بقى معروف في كل مكان خلاص ما تقلقش يا أستاذ مصطفى أنا همشي في الإجراءات من دلوقتي عشان التحقيق يثبت برقتك أحنا دلوقتي عمفرغ الكاميرات ونستكمل التحقيق شايفي حضرت الزابط الراجل اللي شكله غريب ده مخط يقشه إزاي ومعه شنطة بيبوصل منه شمال أيها نحطهم في الكيراتين دي ومحدش هياخد باله وسلام بقى يا مصطفى بيه ودلوقتي بقى اتصل بالشرطة وابلغ عنه ويغيق بضع ليه ألو بوليس النجدة أنا فاعل خير عايز أبلغ عن حاجة مصطفى بيه رجل الأعمال الكبير بيهرب في المخازن حاجات ممنوعات ياريت تجو تفتشه المكان وتقبضه عليه سلام أنا فاعل خير شوفت بنفسك يا حضرت الزابط إنه طلع حاجات من الشنطة وحطها في المخازن أيوة فعلا الحاجات اللي لقناها في نفس المكان اللي هو حط فيه الممنوعات تخطة كبيرة نلازم نقبض على الشخص ده ويعترف مين اللي وراه ومين اللي خلاه يعمل كده يعني كده بقى يا حضرت الزابط الأستاذ مصطفى بريء أيوة كده الأستاذ مصطفى بريء وهنعمله أمر خروق وهنقبض بقى على الشخص اللي في الفيديو ده عشان نعرف مين اللي وراه ومين اللي طلب منه يعمل كده ألف مبروك البراء يا أستاذ مصطفى الحقيقة ظهرت أنا متشكر أو يا أستاذ علي متشكر جدا الحمد لله براءتي ظهرت ولازم اللي عمل كده ياخد جزائه الشرطة هتقبض على الشخص اللي دخل المكان وتحقق معاه وتعرف مين السبب في الموضوع ده المهم دلوقتي بنتي عايز أشوف بنتي حاضر يا أستاذ مصطفى اتفضل معايا يا طنط يا طرى المحامي عمل ايه مع بابا هو ما كلمش حضرتك لا يا حبيبتي هو ما كلمنيش بس عيزاك تتطمني خالص أكيد لو فيه جديد هيبلغنا وهو محامي ومش هيتكت أكيد هيتصرف لو باباكي فعلا مظلوم هيطلع براءة أنا متأكدة يا طنط ان بابا مظلوم خلاص يا حبيبتي يبقى ربنا ان شاء الله هيخرجوا براءة بس أنا خايفة الموضوع يطول يا طرى مين اللي جاي دلوقتي أنا هروح هفتح الباب واشوف مين يا ربي يكون المحامي وجاي طمنا ايه با عمو يا آية يا آية ايه ايه يا يومنا بابا يا حبيبي يا بابا أنا مش مصدقة أنت خرجت من السجن الحمد لله السلامة يا بابا أنا كنت خايفة ما تخرجش ألف مبروك يا أستاذ مصطفى مبروك البراءة يا عمو أنا مش عارف أشكركم إزاي أنا معرفتكمش غير في الظروف دي بس سنتوا اللي سنتوني ووقفتوا جنبي أنا بشكركم من كل قلب أنا أسيبكم بها دلوقتي عشان أروح على المكتب عندي شغل اتفضل يا أستاذ علي ده شيك بأتعابك همو تشكر يا أستاذ مصطفى وألف مبروك البراءة بعد إذنكم سلام عليكم أنا بشكركم قوي يا مدام نو وعايز اكتبالي الشيك ده مني لا طبعا يا أستاذ مصطفى حضرتك بتقول إيه أنت عايزني أقبل فلوس مقابل أن أنا وقفت جنبك مش ممكن أبدا إحنا ساعدناك ووقفنا جنبك عشان إحنا كنا عايزين نقف جنب آية عشان حبناها واعتبرتها زي بنتي والله مش عارف أقولك إيه أنت ست طيبة قوي طيب يلا يا آية عشان نرجع الفيلا بتاعتنا إيه ده يا بابا هنرجع الفيلا ما هقولك الفيلا رجعت الحمد لله حبيبتي كل حاجة رجعت مبروك يا آية أنا مبسوط أقوي أن كل حاجة رجعت لك بس أهم حاجة ما ترجعيش زي زمان لا خلاص ده أنا تعلمت الدرس كويس قوي وبعدين في حاجة مهمة أنا مش ممكن هنساكم أبدا أنا حاجة زوركم هنا وأعود معاكم وإنتو كمان تبقوا تزورون طبعا يا آية يا حبيبتي أكيد وكلما تحب تاكل أكل حلوة من إيه طنتك نوها ابقيتها عالي طبعا يا طنت يلا يا آية مع السلامة يا طنت مع السلامة يا يومنا مع السلامة يا حبيبتي عارف يا بابا على الرغم أن طنت نوها ظروفهم صعبة قوي وحياتهم كانت بسيطة مرديتش تاخد الشيك أنا نفسي نقدم لهم حاجة نساعدهم بيها عشان هم وقفوا جنبنا أنا حبيتهم قوي يا بابا حسيت معاهم بالأسرة والأمان وحضرتك في السجن أنا يا بنت حاولت أقدم لها الشيك وهي رفض طنت نوها يا بابا بتشتغل خياط في قاتلي كبير وشغلها حلوة قوي وناس كتير بتحب شغلها تاخد مرتب كويس طب إيه رأيك يا بابا افتح لها قاتلي مخصوص ويبقى هادية مننا لها والله فكرة كويسة برضو يا آية وكمان يا بابا البيت اللي هم قاعدين فيه ده ده بيت إيجار يعني ممكن نشتري لهم شقة الواجهة تغيرة يعيشوا فيها بس يا بنت دي ممكن ترفض ما توافقش طيب لو رفضت نقول لها إن القاتلي ده هيبقى شركة ما بيننا وما بينها هي بشغلها وإحنا بالقاتلي ووحدة وحدة بقى الشغل يكبر ويبقى معها فلوس كتير خلاص هنعرض عليها الموضوع طب يلا بنا بقى تعالي نروح له أهلا وسهلا بيكم نورتون وحشتين يا آية أنت وحشتوني أكتر يا طنت أنا جيت عشان أشوفكم وبابا عايزكم في موضوع يا ترى موضوع إيه؟ خير يا أستاذ مصطفى أنا عرفت إن أنت ليكي بشغل الخياطة وبتشتغلي في قاتليه كبير أنا قررت أفتح لك قاتليه باسمك وإنت اللي هتدريه بنفسك متشاكرة قوي يا أستاذ مصطفى بس أنا بشتغل في قاتليه كبير وباخد مرتك كويس خلاص أنا هفتح القاتليه ويبقى باسمي وإنتي هتشاركيني في المشروع إنتي بمجهودك وتعبك وأنا بالمكان إيه رأيك؟ وفق يا طنط أرجوكي يا ريت يا ماما توفق دي فكرة كويسة قوي خلاص أنا موفق يا أستاذ مصطفى ونبقى شركة في المشروع بالنص ماشي نبتدي بتنفيذ المشروع من دلوقتي إيه رأيك بقى في المفاجأة؟ مفاجأة حلوة قوي يا ماما مبروك عليك العربية الجديدة إنت تعبتي واشتغلت كتير لحد القاتليه ما كبر وبقى أكبر قاتليه في البلد الحمد لله يا حبيبتي اللي يتعب يلاقي إنك تستهلي كل خير يا ماما آي يا حبيبتي أنا عايزك في موضوع يا ترى موضوع إيه يا بابا؟ طبعاً أنت عارفة طنط نوها يا حبيبتي إيه رأيك فيها؟ حضرتك يا بابا عارف رأيي طنط نوها ستة طيبة أول وأنا بحبها جداً وبحب يومنا كمان زي أختي طيب يا آي يا بنتي أنا بفكر أتجوز طنط نوها إيه رأيك؟ أنا موافقة طبعاً يا بابا أنا عايش كلنا مع بعض في بيت واحد طيب بس حضرتك يا بابا مش شايف إن فيه فرق في المستوى يعني الحاجات دي مش هتفرق معاك لأن بصراحة مش عايزك تغير رأيك في أي وقت وتضيقها لا يا بنتي هو أنت كنت فكراني مولود غني لا طبعاً أنا كنت بسيط جداً ومن عيلة بسيطة وبنيت نفسي بنفسي لحد ما وصلت للنا فيه ده وبقى معايا كل الفلوس دي وبعدين أنا مش ممكن أزعلها أبداً أنا شايف إن طنطنها مناسبة ليا جداً خلاص يا بابا أنا موافقة ومبسوطة جداً كمان أيها أنا عايز منك خدمة بقى ممكن تكلميها وتاخدي رأيها أنا هتكلم يومنا عشان هي اللي بتكلمها في الموضوع إزايك يا يومنا أهلاً يا آية إزايك عايزة أقولك على حاجة قولي يا آية فيه إيه؟ بصراحة بابا عايزة تجوز طنطنها إنتي إيه رأيك؟ معقول اللي إنتي بتقوليه ده؟ أيوة يا بنتي أنا مش هلف ودور بها عليك يلا ممكن تسألي طنط إيه رأيها؟ إيه رأيك أنت الأول؟ أنا بصراحة بحب عامو مصطفى جداً بس مش عارف ماما هتوافق ولا لأ؟ يعني أنت موافقة؟ أيوة طبعاً أنا موافقة طيب خلاص حاولي بقى تتكلمي مع طنط وتقنعيها ماما أنا هتكلمك في موضوع من غد لف ولا دوران وبصراحة كده أقولي لي رأيك خير يا يومنا عايزة إيه من غد لف ولا دوران؟ عامو مصطفى طلب أنه هو يتجوزك يا ماما وأنا بصراحة موافقة وأيا هي كمان موافقة إيه رأيك أنت بقى؟ ياريت وفق يا ماما والله يا يومنا أنت فجئتيني أكيد أنا في يوم من الأيام هتجوز وأيا هي كمان هتتجوز وأنتو هتعودوا لوحدكم يبقى بصراحة شايف أننتو تتجوزوا عشان ميبقاش كل واحد فيكم لوحدهم لا بصراحة أقنعتيني خلاص أنا موافقة يا يومنا عامو مصطفى وأيا هيفرحوا قوي نورت بيتك يا نه شكرا يا مصطفى نورت البيت يا طانت لا يا آية طانت إيه بقى؟ أنت زي يومنا قولي لي يا ماما عدر يا ماما نورت البيت ربنا يخليك ليه يا حبيبتي طب أقول لكم إيه؟ مش هتعزمون على العشة برة بالمناسبة الحلوة دي؟ ولا هتأكلونا في البيت؟ لا يا ستي هعزمكم في أحسن مكان بالمناسبة الحلوة دي يلا بينا